في الدكتور يعني هو ممكن الواحد مثلاً في حياة عينه يعني يكتب جزء لبنته أو لبناته خلاص وهو عايش هبة ليهم خلاص اندهالهم ويسيب جزء مثلاً ولو حتى الجزء يسير يتوزع وفقاً للشارع عشان برضو يبقى الرجالة بتاعه العيلة اللي هيدخلوا في المراس ولاد عمامها ولا عمامها يبقوا برضو فيه نوع من أشكال الرضا كثير جداً من الناس يفعل هذا انه هو مثلاً معها ثلاثة مليون ييجي كاتب لبنته في عين حياته مليون في حسابها كده بقى خلاص بمليون وهي لو مات كده هتاخد مليون لأنها هتاخد النص مظبوط آه هترجع هتاخد النص من الاتنين ويوصي بتلت التركة تلت التركة سبعمائة ألف يبقى خدت مليون في حياته ومليون ميرس صح هو طبعاً سبعمائة تتعمل الأول يبقى سبعمائة وستمائة وخمسين يبقى مليون وثلتمائة يبقى معها اتنين مليون وثلتمائة من ثلاثة يبقى ستمائة وخمسين ألف ياخدهم الورص بحس أن مرضو راد الورص يعني دي بتبقى صورة بالطيب خاطر الناس كلها عشان ما يقطعوش البنات ما يضايقوهمش فإحنا قدامنا دلوقتي الكتابة مش ضرور يكتب كل ممتلكاته وقدامنا الوصية والوصية في حدود السلس للباقي بعد ما كتبه كده فضل كده يعمل السلس وصية للورصة ويجوز ويبقى الباقي يأخذه بعد استفاء هذه الفروض سواء كان النصف إذا كانت بنت واحدة أو التلتين إذا كانت أكتر من بنت بنتين فما فوق هياخدوا التلتين ويتفضل التلت لما التلت ده هو واخد التلت التاركة ليهم والتلتين دول هياخد منهم كمان بزء وصية تلتين أيها يعني الحكاية تبقى سهلة خفيفة شوية أو تبقى خفيفة أو تبقى سهلة طب لو البنات بقى مثلا دلوقتي بيسمعونا وقالوا طب والله إحنا والدنا كتب ده في حياة عينه لينا وما سبش حاجة لولاد عم منه مثلا يعني فدلوقتي إحنا عايزين نخفف عنه لحسن يكون فيه حرمانية نعمل إيه يعني من حضر القسمة فليقتسم يعني يتبرعوا بشيء كما هو في طاقتهم لأن الحالات كتيرة جدا وكل واحد ليه ظروفه وكل واحد له ما يعيش فيه فلا أستطيع أن أنا أعطي رأي عام لحالات مختلفة كل الاختلاف